بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا النهاردة بنتكلم عن طبعه مش هنقوم نشرح. احنا اتكلمنا عن عن وخدناه في حوالي اربع او خمس حلقات. فالنهاردة بنحاول to understand the diseases related to limbic system. دي learning objectives بتاعة المحاضرة. ودي the contents بتاعة المحاضرة. اول حاجة علشان نفهم clinical relevance or clinical diseases related to the limbic system. هنبتدي ناخد اول basic knowledge. الباب circuit والfunction بتاعة الhipocampus. الصورة دي ده الثلمس ياولاد. ده الhipocampus. وده الفورنيكس. وده الماملاري باج. ولو انا جاي بابص تحت الhipocampus. بلايه الparahippocampal gyrus. المستعنشير البارت بتاع الparahippocampal gyrus اسمه intorhinal cortex. الorder بتطلع من ال intorhinal الكورتكس بتوصل لغاية الhipocampus. والhipocampus عن طريق الiferent fibres بتاعته الليه الفورنيكس بنتيه في الhypothalamus. في what we call the mammillary bodies. وبعد كده عن طريق الماملو الثلامي البندل بيوصل لغاية ال anterior nucleus of thalamus. وبعدين يطلع من ال anterior nucleus of thalamus. يوصل لغاية ال singulate gyrus. وبعدين ال neurones يتمشي من ال singulate gyrus. توصل لغاية ال parahippocampal gyrus. توصل لغاية ال intorhinal cortex again. يبقى دي السيركويت اكتشافها رجل اسمه بابص وسميها بابص سيركويت. الimportance بتاعت السيركويت دي ان هي play a role in emotional reaction and memory. حيثة ال emotional reaction and memory مهمة جدا. يبقى السيركويت دي اتدر بال intorhinal cortex, hippocampus, fornix, mammillary body, anterior nucleus of thalamus. وصلنا لغاية ال singulate gyrus. رحنا لل parahippocampal gyrus. يبقى هنا الباب السيركويت دي كانت مهمة جدا. وانا هركز النهاردة على الحتة بتاعت الميموري. ال hippocampus is very important information of short term memory. وترانسفورمز short term memory into long term memory. يبقى انا عندي هنا. السنسوري داتا بتاعتي بتوصل لغاية ال intorhinal cortex. لما بتوصل لغاية ال intorhinal cortex, السنسوري داتا. عن طريق ال hippocampus. بعمل short term memory. وعن طريق الباب السيركويت والريهيرسل اللي انا حاود اعملها. كل مرة. هحاول short term memory into long term memory. ال hippocampus. الدور بتاعته. فورمز short term memory. وترانسفورمز short term memory into long term memory. السنجوليت جايرس بتعمل ستورز للميموري. المميلر بادي. المميلر بادي دي كونكتد مع ال autonomic centers of the brain stem. لازم يبقى فيه autonomic reaction related to memory. يبقى دي باب السيركويت. الفونكشن. يبقى احنا قلنا الباب السيركويت والفونكشن. learning وميموري. يعني ايه كلمة learning? يعني بعمل how the knowledge is acquired. ازاي باكتسب اللي هو المعلومة? دي اسمها learning. لكن ال process of storing of knowledge يبقى memory. يبقى how to pick up the knowledge ازاي نلتقط المعلومة? انطري الفيجن. انطري الهيرين. انطري الاسميل. انطري اللي هو التوكين. whatever. انا اكتسبتها ازاي? يبقى دي اسمه learning. ان انا عمل storage اللي هو learning. يبقى اسمها memory. يبقى انا عندي الاول sensory information. sensory information بتوصل لل entorhinal cortex. sensory information ده بحولها لل short term memory. short term memory دي كويس عن طريق consolidation of knowledge. بحولها لل long term memory. عايز ما بتقري هيرسل بقى تكرار 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 تكرار. علشان short term memory. كويس not dropped. انها تتحول. كويس بريهيرسل. بتكرار. كويس اعمل consolidation. احول short term memory into long term memory. يبقى مهمة جدا. ان احنا كويس نعمل نعمل rehearsal. reinforce. كويس علشان احول short term memory into long term memory. المسؤول عن الكلام ده هو الهيبو كامبس. الهيبو كامبس. الهيبو كامبس. مهمته short term memory. وعن طريق الرهيالسل اللي احنا بنعمله. نعمل reinforcement reinforcement of the knowledge. بحول short term memory into long term memory. ايه. ايه الجزء اللي بجسمينا اللي هو concerned with transform of short term memory into long term memory. this is the hippو كامبا. طب لو حصل الليجين في الهيبو كامبس. وده احنا نشوف الكلام ده نهارده. حصل الليجين of the hippو كامبس. عندي unable to transform short term memory into long term memory. يبقى دي بيسموها. اه يبقى ان انا افشل احول short term memory into long term memory. يسموها anti-grade amnesia. انا مش قادر اتعلم short term memory. ومش قادر كويس احول short term memory into long term memory. حاجة كويس تبقى موجودة في زيني اليومين دول. والله من 30 سنة long term memory. يبقى عندنا هنا يبقى الهيبو كامبا. يبقى الهيبو كامبس. في الهيبو كامبس. هيعمل الهيبو كامبس. يعني anti-grade amnesia يعني معناها unable to acquire short term term memory and transform short term memory into long term memory. يبقى دي بقى اتلغى كلمة anti-grade amnesia. الprocess of learning when memory interrupted by trauma. هنشوف الكلام ده دلاج. anoxia cerebral anoxia. في الزهاي مرزيز. في الامنزيا يا configulation syndrome. اسمو كرسوكوف's syndrome. كل الحاجة دي لو حصلت بيحصل interruption of the learning and the memory process. نوعا انشوف الامنزل في في اللواتي. اول حاجة trauma. trauma of the temporal loop result in ability to form new memories. إزاي يحصل trauma of the temporal loop. إن شورت لو حصل كار أكسنت بلاقي إنه في جزء من الاسكار of the sphenoid اسمه greater wing of sphenoid. الgreater wing of the sphenoid ده بيعمل compressions بيعمل impaction على الانتيري pull of the temporal loop. يبقى بيعمل injury ليه اللي هو temporal loop. ويدا بيحصل النتيجة ليه بيحصل inability to form new memories. زي ما قلت لكم مش هقدر عمل short termo memory. وما دم مش هقدر أعمل short termo memory مش هقدر أحول short termo memory into long termo memory. يبقى after trauma لل temporal loop. لو حصل كار أكسنت. حصل in the greater wing of the sphenoid. عملت impaction على الانتيريور pull of the temporal loop. هيحصل injury ليه. وبالتالي هيحصل injury اللي هو الحتة بتاعة الهيبو كامبس. وبالتالي هيحصل anti-grade amnesia. مش هقدر أعمل ل short termo memory كامبس. أنا شرحتها بالكتالي بو كامبس. فم حضراته. وقلت إنه هو مكون من CEA. اللي هو corneal amnes. CEA1, CEA2, CEA3. المost sensitive areas اللي هي CEA1. البرامدال cell of the CEA1. ويدا بيطلقوا على المنطقة دي كلمة swamers sectors. swamers sectors. فلما بيحصل كويس إنه واحد يحصله for example cardiac arrest. ونتيجة الcardiac arrest ده يحصل decrease the blood supply of the hippocampus for a moment. يعني for example three to four minutes maximum. بيحصل injury للبرامدال cell of the CEA1. نتجد الكلام ده بيحصل كويس memory loss. لذلك العيان اللي يجدو cardiac arrest for example. ويتلقي إنه حصل له loss of the memory about what occur in this moment. اللي حصل around the cardiac arrest and so on كويس مش هب ادريين. لو كان الانجري استمرت to three to four minutes هتلقي كويس هيحصل cell degeneration CEA1 وي نتجد الكلام ده ويحصل memory loss. يعني there is no ability to form a new memory. كويس لا short ولا long term memory. كويس وهيحصل anti-grade amnesia. لكن لو كان الموضوع أقل من كده شوية يعني أقل من three to four minutes هيحصل بس memory loss to the points of occurrence of the accident of the car of the cardiac arrest مش فاكر اللي حصل حوالي كل حاجة حصل في الفترة دي مش فاكرها كلها. ليه على الشيكوية cerebral anoxia. number three دي كانت surgical bilateral removal of the medial temporal loop including amygdala and the most of the hippocampal كان الكلام دا كان بيعملو زمان كان بيعملو علشان العيان اللي عندهم epileptic seizures فالعيان اللي عندهم epileptic seizures دوت كانوا بيقولوا ان احنا نشيل المedial temporal loop including amygdala and most of the hippocampal formation ليه؟ لان الهيبو كامبل the exceptionally low threshold to epileptic seizures فانا لو انا شيلته كويس يبقى انا هقلل اللي هو the occurrence of epilepsy الفكرة جميلة كويس ان انا كده كويس epileptic focus موجودة في الحتة بتاعت التمبرال loop عملت surgical application لها عملت surgical removal للمنطقة دي فقلت ده حقيقة بس عندي بقى anti-grade amnesia مش قادر يعمل new memory بالاضافة لكده انا عندي retrograde amnesia يعني ايه retrograde amnesia يعني انا anti-grade يعني الحاجة القادمة retrograde يعني الحاجة اللي فاتت retrograde amnesia برضة هيحصلت لجد amnesia to the most recent memory يعني انا مثلا ابتدى الحاجات اللي هي كنت عملتها من شعور التالت مش فاكرها ليه لان الفكرة ان انا بحول short term memory بحمل long term memory by rehearsal by repeating فانا لو ما عملتش repeating لل knowledge مش احاول short term memory into long term memory فالعيان اللي عملو لل surgical removal للاميجدالة و most of the hippocampal formations ده كان زمان يعني لو عملت الكلام ده انا عندي anti-grid amnesia يعني انا ما بقدرش اتعلم حاجة جديدة ما بقدرش اعمل short ولا long term memory برس عندي كمان read to great amnesia بس recent event مش late event يعني انا انا ايام الملك فاروق حصل كذا وكذا 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 لكن لو من شعرين ثلاثة اللي حصل لا ما قدرش افتكر كده امده يبقى دي بتبقى retrograde amnesia to recent events يعترى ايه limbic loop limbic system syndrom اول disease related limbic system number one Alzheimer's disease Alzheimer's Alzheimer's in short هو degenerative disorder of the brain يبقى degenerative disorder most common form بيحصل progressive dementia gnoons في العينين دول والعيان اللي عندهم Alzheimer has our patients have no ability to form new memories my job القطر نعمل new memory ده brain هو عادي ده coronal section ده neuron شوفين healthy اللي عنده Alzheimer's disease هتلاقي عنده degenerative change of the brain وبلاقي في عندي هنا neurofibrary tangles وبلاقي في عندي هنا في موجود عندي neurotic flex flex ده ترصبات و neurofibrary tangles موجودة ده بتبقى موجودة في brain بتاعهم بتبتدي فين بتبتدي في introrhinal cortex دي رسم الbrain قادي اللي هو الhypocampus واللي تحت اسمه barhibocampal garris المستقبل بتاع barhibocampal garris اسمه introrhinal cortex يبقى neurofibrary tingles neurotic flex neural degeneration بتبتدي فين بتبتدي في introrhinal cortex وبعد introrhinal cortex degeneration بيبتدي يوصل لغات الhypocampus البرام ده الcell CE1 اللي احنا سمينا swammer zones وبعدين بيبتدي الhypocampus يكمل في الحتة بتات الhypocampus formation ويوصل لل deeper layer of introrhinal cortex لو انا عملت affection للمنطقة دي كلها يبقى احنا تكلمنا دلوقتي على problem of memory اللي احنا تكلمنا عليه ما عنديش القدرة ان انا اعمل new memory مش هادر اعمل short termo memory ولا long termo memory يعني in short هيحصل anti-grade amnesia وزي ما قلتلكم انه مش anti-grade amnesia بس الكم من هطلعت retro-grade amnesia to recent events الجوزة بتاع الزهايمر صلاحة بيكمل بعد كده ما بيوصلش بس لحتة introrhinal cortex والhipocampal formation just only من حتة بتاعة introrhinal cortex والhipocampal formation بيحصل spread لغاية ما بيوصل لغاية prefrontal cortex وممكن يوصل لقمان ل sub-echulam sub-echulam طبعا لازم نرجع الhipocampal formation عالجان نفرم يعني صب-echulam تاني سندروم بيشوفو related to limbic system amnesia أو amnesiac confibulatory syndrome Korsukov's disease syndrome amnesia confibulation syndrome lower Korsukov's syndrome زي ما يسمون بيدول amnesia anti-grade amnesia confibulation يعني هم مقوم جزئين فقول amnesic confibulatory syndrome Korsukov ده بيحصل لنتيج vitamin P1 deficiency thiamine وده بيحصل في chronic alcoholism يبقى amnesic confibulatory syndrome ده بيحصل لنتيج thiamine deficiency vitamin P1 deficiency ده بيحصل في chronic alcoholism مقوم من جزئين anti-grade amnesia طب anti-grade amnesia جيبت ايه من اللي بتبتجي في medial nucleus of mammillary budge يبقى في mammillary budge اللي هو جزء من l-hyperthalamus وبتكمل في hippocampal complex يعني تأخذ hippocampus وتأخذ القولم بتاع الفورنيكس وتوصل mainly لل thalamus dorth medial nucleus of thalamus يبقى degenerations اللي بيحصل هنا بيحصل في الم mammillary budge مع mammillary budge hippocampus يأخذ القولم نقف fornex وال most severely affected هو dorsal medial nucleus of thalamus نتيجة اللي اللي بيحصل ده أنا ما عنديش مشكلة في اللي remote memory ال events اللي حصل كويس for month or years before religion مفيش problem فيها خالص أنا عندي مشكلة من اللي في newly formed memory إيه newly formed memory إن أنا كويس أكون short term memory وحول ها into long term memory اللي بطلق على كلمة anti grade amnesia أنا ما عنديش مشكلة في event اللي أنا تعلمتها من شهور أو سنين أنا عندي مشكلة في المعلومة اللي هتعلمها جديدة anti grade amnesia اللي أنا هعرف أعمل short termo memory وshort termo memory يجي ويجي لازم عن طريق الريهيرسل ويجي أحولها into long termo memory فأنا لا عملت short termo ولا نجحت إن أنا عمل long termo memory يبقى amnesia confibulatory syndrome اللي هو الكورسكوفيس الدزيز اللي بتحصل في نتيجة vitamin b and deficiency في chronic alcoholism يبقى عنده number one amnesia اتنين عنده confibulation ايه confibulation دي نتيجة اللي هو الامنزيا اللي موجودة عنده بيبتدي ياخد fragment من الميموري بتاعته موقف حصل هنا وموقف حصل هنا ياخد حتة من هنا ويخلق حاجة جديدة عبرها ما كانت موجودة confibulation تخليق حاجة جديدة كويس يقول لك بص مش أنا قابلتك كويس ايام ولا هو كان وقف عند الاطر ولا حاجة هو خد حاجة من هنا وحاجة من هنا وخلى حاجة جديدة يبقى بيسموها amnesia syndrome يبقى ده syndrome ضرب الماميلا ريباديس ضرب درس وميديا نيوكليس يبقى ده واحدة من اللي هو يبقى اخذنا الزهايمر وده بيدرب اللي هو الحتة الانتراين الكورتكس والهيبو كامبار وخدنا اللي هو الكورسوكوف او amnestic confibulatory syndrome ده السندروم بناخده بيبقى للحاجة دي اللي هو cleaver pucy syndrome ده in short bilateral lesion of the temporal loop من اللي بيحصل افكشن في المكدالة يبقى عندنا اللي هو pi temporal loop lesion من اللي بيعمل افكشن للامجدالة سمو cleaver pucy syndrome بيقول ان السندروم ده rare in man بيحصل cleaver pucy syndrome ده نتيجة ايه يعني ان 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 المكدال من temporal loop ممكن temporal lopectomy ان انا عمل surgical removal لل temporal loops temporal lopectomy mening mening en kephalitis inflammation trauma stroke alzheimer neiman big disease bi lateral lesion of the temporal loop ممكن تحصل طب العيان ده يجي لي ازاي hyper phygia اتفاجعة number two hyper oral te انتو شوفوا الطفل الصغير كده لما بيجي كويس تعرف على اي حاجة ده من رح تطبق فان ان ان تت تعمل examine the object by putting in mouth ده بيحصل في اللي هو الابطال الصغيرين وبعدين بيحصل لهم separation للكلام agnosia كون ان انت تشوف الحاجة كويس وما تعرفهاش يعني ده ساموها visual agnosia يعني كويس يعني الواحد يشوف حاجة قدامه كون ان هو يشوف الحاجة كويس وما يعرفهاش visual agnosia amnesia ايه ده طبعا خلاص معنا الفكرة بتاعنا احنا عادين بنتكلم كويس على الحتة بتاعت الامجدالة والهيبو دي بقى احنا دخلنا في الفكرة بتاعت الانتي امنيزيا وممكن الريترو امنيزيا فور ريسينت افنس يعني كويس كانوا بيعلاوه في الاكسبرمنت ده تلاقي الانيمال ما بيخافش من الوالد يعني تعارف يعني كويس ان واحد يشوف قدامه اسد كون ان هو ما يخافش منه اسد تبقى مصيبة يعني اعرف ان هو ده اسد فجري منه ده ده كالام جميل جدا يعني لكن كون انا يشوف دوساليتي يبقى ده اللي عنده سندروم وده ممكن نحطه بين قصين هي ده اميجدالا يساوي عند اميجدالا موجودة في بايلاترال لوب يساوي ولو انا بلخص الاهم حاجة في سندروم هتطلع الدوساليتي اللي هو الديميش فير ريس بانس اخر حاجة بناخدها في الحتة دي اللي هو التمبرال لوب ابليبسي التمبرال لوب ابليبسي in short we have to type ميزيال تايب على الفكرة كلمة ميزيال يعني ميزيال يعني كواس بتوع الكلانيكال دايما يقول لم يقول ميزيال يصدو ميزيال فعندي ميزيال تمبرال لوب ابليبسي او نيو كورتيكال تمبرال لوب وابليبسي او اسمه التاني لاترال تمبرال لوب ابليبسي يبقى عندي ميزيال وعندي لاترال الميزيال هو الكمون دا بلاقيه في 80% of the people ودي افكشن للحتة بتاعت الhipocampal formation الhipocampus الparahippocampus الاميجدالة دا الكمونيست دا بلاقيه في 80% of the cases بيبقى في عندي هنا في 80% عندي مشكلة في الhipocampal sclerosis الابليبسي في focal epilepsy due to lesion affecting most commonly الحتة بتاعت الhipocampus اما lateral temporal loop seizures او lateral temporal loop epilepsy دا uncommon دا ممكن يكون digenetic او acquired structural او anatomical lesion وده بيحصل في outer part of the temporal loop يبقى لنا اللي يهمني هنا وانا بتكلم عن الحتة بتاعت الhipocampus حتة بتاعت الليمبيك system اللي هو epilepsy المست common for me هو الميزيال او الميزيال temporal loop epilepsy دا بتوريني هنا اللي ادي عندي هنا شايفين هنا الحتة بتاعت الhipocampus دا normal hippocampus وفي عندي هنا atrophy في الhipocampus i hope ان احنا نكون استوعبنا دي اخر محاضرة ليا في الليمبيك system وان شاء الله بذن الله مجموعة المحاضرات القادمة كلها هي محاضرات على الhipocampus هي مجموعة محاضرات كلها في البوست جراجت علشان الناس اللي هم شغالين في نيرولوجي ونيورو سايكاتري ونيورو سيرجري ونيورو اناتومي ونيورو فسيولوجي ونيورو فارماسي تو اندرستان البيزيس بتاعت وليورو براك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر